ابن القيم رحمه الله تعالى له نقل كلاماً مهماً جداً في طريق الهجرتين قال فيه العارف بالله لا يعاتب ولا يطالب ما معنى؟ لا يعاتب ولا يطالب يفعل الخير للناس لكن لا يعاتبهم فلان لم يحترمني فلان ما سلم علي فلان يا أخي ما يعرف مكانتي لازم يقدرني لا يعاتب ولا يطالب لماذا لم يفعل الناس معي كذا؟ لماذا كذا؟ أنت تريد بي وجه الله عز وجل فأنت لا تلتفت إلى أي شيء آخر لا تطالب بالمقابل أحسنت إلى الآخرين أهديت لهم نفعتهم علمتهم درستهم دعوتهم إلى الله كان لك أثر طيب يجب أن ترجو به وجه الله لا تطالب بالمقابل هذا مرض فالعارف بالله لا يعاتب ولا يطالب لأنه يقصد بعمله وجه الله كما قال سبحانه وتعالى في سورة الإنسان قفوا عند هذه الآية إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور حتى الفقير إذا أعطيته عشرة ريالات لا تنتظر أن يقول جزاك الله خير شكرا لك يعني لازم ينظرك ويبتسم ويقطب جبينه لك تواضعا بأنك لا تنتظر هذا لا نريد منهم جزاء ولا شكورة إن قالها فليقولها بينه وبين ربه لكن أنا لا أنتظر منه هذا الثواب أنا أريد وجه الله عز وجل مثله يا أخي أنت طالب علم لا داعيه إلا الله ولك تأثير يا أخي لا تطالب الناس ما فعلوا معي لا يحترمونني المفروض لهم كذا ما استقبلوني ما كذا يا أخي المؤمن يسعى في عمله يريد به وجه الله عز وجل ثم بعد ذلك إذا وجد شيء من الاحترام التقدير الذكر الطيب فهو لا يلتفت إليه ولا ينتظره وإن وقع فهو من عاجل بشرى المؤمن والحمد لله تعطي من حرمك أخيرا تعفو عن من ظلمك وهذا هو البأب العظيم أساء إليك تعدى إليك قال كلمة نابية عنك ضلمك هكذا يندب أهل السنة والجماعة